بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد حول آية من آيات الله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ هذه الآية تتحدث عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وشكر نعمة الله من أهم الأعمال التي ينبغي للعبد أن يشغل نفسه بها وكثير من الناس يغفل عن نعم الله والله سبحانه يقول وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا كأن النعمة الواحدة لها تجليات متعددة فلا تكاد تحصى وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيشكره عليها أو يشرب الشربة فيشكره عليها هذا الحديث يبين لنا كيف يكون شكر الله سبحانه وأن كل نعيم يتنعم به الإنسان يستوجب الشكر فالطعام الذي نطعمه يستوجب الشكر والشراب الذي نشربه يستوجب الشكر والمسكن الذي أنعم الله به علينا يستوجب الشكر والنفس الذي أنعم الله به علينا يستوجب الشكر والآباء والأمهات والزرية والأموال والمناصب والنعم التي لا تكاد تحصى كل هذه نعم تستوجب الشكر ومن الغفلة أن يغفل الإنسان عن هذه النعم ولا يؤدي شكر كل نعمة منها ويكون بذلك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى والإلف أضاع منه رؤية النعم والإلف أضاع منه وجوب شكر كل نعمة على حدة والله سبحانه وتعالى يخبرنا في آيات من كتابه العزيز ليبين لنا أنه ما من شيء أنعم به على الإنسان إلا وهو بتفضل منه سبحانه يقول سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون هذا الزرع وهذا النبات الذي يخرج لكم من الأرض من الذي ينبته ومن الذي يخرجه أولستم ترون أن الله سبحانه هو الذي أخرج هذا النبات وهو الذي أنعم عليكم به أفرأيتم الماء الذي تشربون هذا الماء الذي تنعمون به وتشربونه أأنتم أنزلتموه من المزن أأنتم الذين أنزلتم هذا الماء من السحاب والأمطار ليستقر في الأنهار فتشربونه وتتنعمون به أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون هذه النار التي هي نعمة عظيمة تستطيعون بها أن تتدفأوا تستطيعون بها أن تعدون طعاما أأنتم أنشأتم شجرتها هذه النار التي توقدونها من الحطب أو من الأخشاب أأنتم أنشأتم هذه الأشجار التي صنعت لكم هذه النار أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأها الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة الله سبحانه وتعالى هو صاحب العطاء الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعم التي دقت وجلت وعظمت وكبرت ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس فلا يؤدون شكرها والمؤمن الذي يقبل على الله يشكره على كل نعمة على حدة حتى كان بعض الصالحين يحمد الله على كل لقمة يأكلها يقول الحمد لله على كل لقمة يأكلها ليستشعر فضل الله عليه في كل نعمة وإن كانت صغيرة وما جزاء هذا الشكر يقول ربنا لإن شكرتم لأزيدنكم من أراد الزيادة في النعم فليشكر الله على النعم ومن أراد إقبال الله عليه ورضى الله عنه فليشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا من نعمه وأن لا يجعلنا من الغافلين عن إنعامه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته